أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خيفهم سداً فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأفاوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلاً الأشحاب القريم إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشع مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا أذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعدكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية إن يردن الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجلجة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم برسول إلا كانوا به يستازعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القدون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأجراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر غلى الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرجتهم في الفلك المشحون واخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرئهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حير وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا المعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجلاف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزماجهم في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أدل ملكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقدون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصطلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مدجا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَادِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَادًا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَفَلَا يَشْكُلُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ مُتُفَقٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضُرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِذَامَ غَيَّ غَمِينٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَلَ مَهُمْ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقُ السَّمَاوَاتِ مَا الْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَابًا هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمٌ إنما أمره إذا أواد شيئا أن يقول له كن فيقود فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم